موشي موش أصدقائنا ججعنا بحكاية جديدة لنغ طاضة على كيف كيفكم عن جمد رح تعجبكم لأنه فيها كيات تلكون والرومانسية قبل ما نبدأ صلوا على رسولنا الكريم واشتركوا بقنواتنا وفعلوا الجرس وليتس جو هاي هي بطالتنا ميوهي للأسف عم تشعر باكتئاب وحاسة أن حياتها فارغة عمرها 27 سنة عاشتهم كلهم كياتيمة ومقطوعة من شجرة بدون ما تحس بالحب من الناس اللي حواليها وبالعكس كان يتم التنمر عليها لها قررت تنهي حياتها وهي عم تبكي وفجأة توقفت بنص الطريق من قبل ملاك قالها رح أرجع أعطيكي فرصة تانية طبعا استغربت من كل الموضوع وكمان أنه الطفل فقام غيري لشكله لرجل ناضج وقالها لو نطيتي من هون ما رح تموتي على فكرة بس ممكن تنشلي لهيك رح أنزلك لا توقع من الثالث وتعيش بإصابات بسيطة فبترفض وبتحكي له إنه هيك كمان رح يلحقوها المديونين لأنه ما رح يكون معها تتحمل تكاليف علاجها ورح ترجع تتمنى الموت مرة تانية فبيسألها كيف كنتي بتتمنى تعيشي حياتك فبتحكي تمنى تتحس بالحب فبيقولها تمام رح أعطيكي فرصة لا تعيشي ميت يوم كقطة بتتفاجأ وبتحكي لوناني وبتلاقي حالها فجأة صارت قطة وأحلى شين لونها زهري ما علينا بتنسى ضمن من اللي عملوا فيها وبتعصب وما بتعرف هل هيك أحسن ولا أثبت وفجأة تسمع أصوات ناس وبتخاف مين اللي جايين بيسألوا عنها وبتعرف إنهم الشرطة مع مديرها بالعمل جايين يدوروا عليها لانا مختفية من أسبوع وبيلاقي طبعا المدير القطة وبيحكولوا إنه شكلها بس عم تهرب من المقددين واللي قلهم الديون عليها وبيطلب منهم يستمروا بالتحقيق والباحل وبياخد ميوهي لبيته وبيكون مزعوج إنه ضيع وقته عليها وبيحكي إنها غبية حتى لما قدمت استقالتها كاتبت الاسم غلط ولا توضيح الها بلا ميوهي اديانت فلوس لا تعطيهم لرفيئها اللي وعدها إنه رح يرجع لها إياهم ولكنه خدها وأخذ الفلوس واختفى وصاروا الناس يطالبوها لإلها المهد بيقوم المدير اللي يتحمام وفجأة بترجع ميوهي لشكلها طبيعي وهي معارفة وبينصدم المدير تماما لما يشوفها وبتضطري تخبره بكل شي وتشرح له كل شي لحتى يصدقها وبصراحة هي بموقف لا تحصد عليه طبعا هو بيتمسخر عليها بالبداية وعلى كلامها ولكن لما يلاحظ إنه القطة بطلت موجودة وإنها سمعت كلامه اللي حكى لما كان لحاله بيعمل حاله اقتنع وبتعتذر منه على اللي يصار ودال اللي أخذته وما بتعرف كيف تخليه يصدق إنه فعلا كان الدين لرفيقها وملائلها فبيحكي لها طيب لو إنك سادقة ليش ما بلغت الشرطة عن رفيقك هاد وناكرت كل اللي يصار فبتقول إنها ما توقعت حدا يصدقها ويمكن يحاسبوها على كونها الشريكة معه وكانت تعرف بمخططه للسرقة وبما إنها سحبت المال باسمها واعتمدت على الوظيفة فالشركة المدير كمان اتأثرت المهمة بيحكي لها إنه تدور على رفيقها ورح يلاقيه فبتفرح وبتحكي إنها رح تساعده كمان وبتطلب منه فلوس لا تروح تجيب أغراضها وترجع فبيحكي لها أخيرا ظهرت نيتك الحقيقية طلعت بدك تهربي صح وأكيد أنت كذابة بتفكريني غبي لدرجة تقنيعين إنك سرتي قطة بيوم وليلة فبتبكي ميوهي بتقول إنه معه حق كل كلامها ممنطقي فبيخجل وبيتأسف منها وفجأة بتتحولي ميوهي لقطة قدامه طبعا بينصدم ومعيك لا يتأكد أكتري بيطلب منها ترسم كم شغلة لا يتأكد إنها فعلا نعم تفهمه وإنها ميوهي وبيحتار شوي لازم يعمل بس ما بيقدر يقاوم للطاف تعيوني لقطة اللي قدامه وبيطلب منها يلعب معها المهم بيتحمس كتير بعدها وبتحسوا عم بيربط على راسها وبتغجل ومن بعدها بيصدقها المدير وحتى بيتحمس إنه رح يربي قطة ولم يهتم إنه هي نفسها ميوهي بيطلب منها تبقى معه هالفترة لا يحلوا موضوها وإنه رح يبحث عن بارك هاد وبيحكي لها تصير تكتب له أي شي بتحتاجه لما ترجع بشارية وأخيرا بيحكي لها إنه بيوثق فيها ومسدق كل كلامها وباليوم التالي لما بيروح للشغل بيسأل الموظفين كيف يعتني بالقطة فبيكيفوا عليه البنات لأنهم كلهم مهجبين فيه وإنه بيربي وحده وبيطلبوا منه يجوا عنده للبيت ليشوفوها فبيرفض وبيوصل الخبر لمساعدة وكان أكبر محب للإطاط وبيحكوله يعرف التفاصيل بينما لما بترجع ميوهي كباشورية تكتب للمدير رسالة خبره فيها باللي عملته اليوم وتعتذر على الغلبة وتطلب منه بعض الاحتياجات وتخبره إنه الملاك اللي قابلته حكالها راح تعيش كائطة لـ 100 يوم وبالتالي ما بتعرف شو راح يصير فيها بعد هيك ولهيك بتطلب منه يسامحها لو مادت بعد هالميت يوم لانا ما راح تقدر توفي حقه وبعد بحث من محام الشركة عن بارك بيجي وبيخبر المدير إنه فعلا فيه رجل قام بعقد صفقة تحت اسم ميوهي من الشركة على أساس وعالأغلب هو بارك اللي مطلوب بتهمة احتيال تانية وبيخبره كمان إنه شرطة لقيت وصية ميوهي ما حذاءها على سطوح البناية وبيسأل عن جثتها فبيقول إنه لسه ما لقيوها بس يمكن اظهرت بالانتحار وهربت أو مسكوها المقردين وعالأغلب راح يبيعوا آضاءها مقابل لفلوس فبيعصب المدير منه وبيقوله يتحكم بكلامه ومشاعره وبيشتري المدير بعدها أكلها تلميوهي وبيرجع للبيت وبوقتها بيقابل كون اللي جاي يشوف قططو وبيقوله أخيرا تغلبت على خوفك وبنعرف قصة المدير لما كان طفل جابوا له أهل قطة صغيرة تمها ميمي لأنه كانوا مشغولين كتير وبمرة عصب عليها لأنها كسرت له لعبة المفضلة وصرغ وحكالها اطلعين العيبرة ويا سبحان الله اطلع فهمت عليه وحملت حاله وتركته طور عليها كتير وللأسف لقيها اندعست وصابه بعد الحزن لأنه توقع ميمي تهيش معه للأبد المهم لعي كون بيقوله أخيرا تلعط من صدمتك وبيطلب منه يشوفها ما بيقبل وفجأة بينتبه كون على الكيس اللي شاله المدير وبيلاقي فيه أغراض بناتية لينصدم انه هون عنده حبيبة ويتوقع انه عم بيقلع لهذا السبب لهيك هون بيحكي له مظبوط كلامك عندي حبيبة وما بدي ياك تفاجئها بالي زيارة فبيقوم كون يصر أكتر انه بده يشوفها وما بيحلها الدبقة والمشكلة انه هون خايفي دخله البيت لأنه بأي لحظة يمكن ميوهي تتغير وترجع الطائقه شريب أسوأ حاله وبيقول كون انه أكيد حبيبته هي اللي جابت له القطة وانه بالثانوي كان هون يتظهر انه ما بيحب القطة لأنه قطته اندعزت المهم فجأة بيشوف هون باب بيته مفتوح وبيخاف تكوني ميوهي رجعت طلعت لتنتحر مرة تانية وبيرجع لنفس صدمة فقدانه لقطته بينصرع هون بالبحث عنها وفجأة بيطلع الملاك وهو حامل ميوهي وبيقول له أنا جاركم جوم وشفتها بالصدفة وبنعرف انه الملاك اجع على بيت المدير وقالها هات الدليل اللي كتبتي عن اللي صار وبيحرقه وبيقولها ما تترك اي دليل ابدا على الموضوع ولا اي دليل وراها وانه ممكن حدا يجي يلحقها او يلحقه من خلاله شي وبتكتشف انه ساكن حتى جنبها وبيقولها انها مو مصادفة لحقها وسكن جنبها فعليا وبيسألها اذا الوضع ممتع انها تكون قطة بما انه القطة كائنات محبوبة اسأله الممنتج بيحب القطة المهم بتقوله بالعكس اللي عملته عم يحرجني وبتعرف انها بترجع انساني لما يكون عم يشتغل وبهيئته هاي ولما يصير بهيئة الولد او يضعب بترجع قطة يعني حتى شي ما فيها تتوقعه فبتسأله ليش ما تعملي معروف وتدفع لي ديوني وتخلصني وخلاص فبيعصب منها وبيحكي لها بتفكريني خدامك فوق ما انه عم باهتم فيكي وبساعدك المهم فجأة وقتها بيوصل لهيون ولا يتفادوا الموضوع بيرجع طفل وميوهي قطة وبيشرح له جوم قال انه لقيها برا ورايك اجي للبيت وبينظر لهيون لميوهي بغضب وهي عم بتحاول تشرح له انها ما فتحت غير لها الملاك المهم بيحمل جوم ميوهي وبيقول له لا تخاف القطة ما حاولت تهرب ابدا وجوم بده ميوهي توقع بالحب بمئة يوم على الاغلب مع المدير المهم بيطلب منهم يرجع ليلعب معها مرة تانية وكون بيقول له اكيد باي وقت ولما بيرجع لهيها لا يحملها بيخجع لهيون لانها بالنهاية ميوهي وبيقرر كون يعخدها فبتهرب ميوهي وهي خجلان لجوه المهم بيقول له كون ما توقع تكبه هلا طافة وخجلان تحمل قطة وبيسأله عن اسم حبيبته وشو بتعمل طبعا على مسامع ميوهي اللي بيكون عندها فضول لا تعرف مين حبيبت المدير وبتحس انه هيك معناته مو مرحب فيها بالبيت ولازم تلاقي بارك بسرعة لا ترجع لبيتها بيسأل هيون كون ليش اجيت عن جدل عندي بحث انك اجيت لغير سبب بس عم تظهر بانه بسبب القطة فبيسأله كون شو كان فيه بالتقرير عن ميوهي وبيستغرب هيون وبيسأله ليش مهتم فبيحكي له اكيد رح اهتم بتضل موظف بشركتنا وبتهمني فبيحكي له هيون ما فيني اعطيك اي معلومات ترية فبيحكي له شو بصراحة انا قرأت التقرير وبعلى فريصار وبيسأله اذا هي على الاقل عايشة فبيتتقلم يوهي ليش عم يسأل عنها ما اقول كون مهتم فيها بعدين بتحكيها الشي مستحيل لانه مرة تركني بحفلة الموظفين وما اخذني وغير مرة ما لاحظ حتى اني موجودة وبتقول انه حتى ما جاب لها شوكولاتة لما جاب لها كل الموظفين وتظهر انه ما بيشوف البنات بيتنمروا عليها بالعمل هيك مستحيل يكون مهتم فيها فعليا وبيسأله هيون يعني انت مهتم فيها او بتتوقعها انها ماتت تبيت وتركون وبيقول له لا كل الموضوع اني كمان بلغت الشرطة لاني قلقان عليها لانه بصراحة كنت بعرف انها عم تتعرض لك كتير اساءات بشركتنا وما بلغتك خفت انهم يزيدوا عليها بالوضع لعيك ما خبرت حدا وبيقول انه شخص فاشل ما قدر يمنع ليصاري لها وانه باخر يوم عمل لها انكسرت نظارتها وشاف عيونها لأول مرة وقدي فيهم حزن وحاسها فعلا انسانة ميتة وما قدر يعمل لها اي شي لهيك بده يبحث عنها ويلاقيها ويعتذر منها وهال مرة بده هو يحميها وهالكلمات بتضلب عقلميوهي وهيون وبيقدمهيون الاغراض اللي يجب لهياهم وبتفرح في يوم كتير وبتقول انها انصدمت انه كان بده يحميها ويدافع عنها وخلاها تتأثر لانها فكرت ما حدا بيهتم عكل حال بتلبس الملابس وبتتشكر المدير عليهم وبيخجل من جمالها وبتسأله اذا في شي بيحب تعملوهيها فبيقولها انه كان عليه كتير شغل وخلصوا هلأ وبتقترح عليه يشربوا شاي سوا وبتشرح له كل شي بتعرفه عن بارك فبيطمنها وبيقولها انه رح يخبر القسم القانوني وانه شرطة خلص برقتها من تهمها بعد ما تأكدت من انه المجرم هو بارك فبتحكي له يعني هلأ بادر ارجع لبيتي بس بتتذكر انه لسه اصحاب الفلوس رح يلحقوها كل الاحوال وبيكون واضح انه هيون ما بدو اياها ترجع لبيتها لعيك بيطلب منها تبقى ببيته لغاية ما يتم القبط على بارك وبيقولها بيتك اصلا قيد المزاد لعيك خليكي عندي فبتسأله متأكد انه حبيبتك رح توافق فبيقوم بيتف اللي بتمه تتوتر بتحاول تمسح له اوعي وبتقوم بتكبس شاي عليه اكتر وبتعتزل لمدة سنتين فبيحكي لها يا بنتي اسمعوا ايه دي انتي ما عملت ايشي غلط لعيك لا تتأسفي فبتحكي له امرك تاج راسي المهم بيقولها لا عندي حبيبة ولا عندي بطيخ فيك يتضلي هون براحتك هات كان مجرد عذر حكيته لكن لحتى ما يفوت البيت فبتضحك بيوهي بشدة وبينتحره وبجمالها فبتخجل وبتتأسف انها ضحكت عليه وبتقول انه لطافته كانت لا تقاوم وبعدها الموقف اللاطيف بيحكي لها بما انك انسانة يا ريت تنامي انتي على التقط وانا رح انام على الكنبة فبتنحرج وبتصر عليه العكس ولكنه ما بيقبل وبيحكي لها على فكرة يعني انا غني وكانبتي مريحة وبيتكتها بهالكلام ولما تروح تنام بيظل يفكر هو بالكلام اللي حكاله اياه عن التنمر اللي تعرضت له ميوهي بالشركة وبيحكي انه ما كان عنده اي فكرة انه هالشي عم بيصير بشركته وبيتذكر اول يوم لما قابلها فيه كم كانت تعيده متحمسة للعمل وبيتسأل كيف وصلت لهون بتنام ميوهي براحة على التخط وتاني يوم بيرن المرابع كتير وبتتجهله ولما بتفيق بتكون بشكل قطة وبتلاقي الساعة 8 والمدير يتأخر على شغله وعنده اليوم اجتماع مهم لك بتبلش تنط لا تحاول تفيقه باي شكل وبتحس بإحراج كبير لما بيضمها فبتخرمشهم يوهي لانه ضمها وبتشعر بتاني بضمير وبتكون رح تخرمش حالها كمان فبيبهدلها بهيون وبيهديها وبقولها الغلط غلطي فلا تزعلي بينما بنشوف سجين اسمه فاي مربط بالسجن وبيحاولوا السجنات تانين يضربوه بس بيوريهم اللازم وهو مربط وبيكون في حدا كبير بالدفن يتعاقب بشدة وبعدها بيتجهز المدير وبيخادر على شغله ولأول مرة بنشوفه بيبتزم أخيرا وبنشوف مدير قسم الشرطة معصب من محقق عنده اسمه هاو وراح يبهديله لانه سجن فاي وبدو يلفق له طهمه وطلب اعتقاله وخليني أشوشكم وأرجع لميوهي اللي بتبلش ترتيب البيت وبتقارد تطبخ اليوم أكلات لذيذة أما صورتي هاو فبينطدم ليش مدير الشرطة جاي لحد يشوف ويدافع عن فاي وبيكون حبسه لانه بدو ياخد مكافأة من شخص اسمه هان عكل حال بيفوت مدير الشرطة للغرفة اللي فيها فاي وشلت القتلة وبيكون فاي ضاربهم كلهم والصدمة انه مدير الشرطة بيعتذر من فاي وبينحنيله وبيحترمه والكل بيصير عنده فضول قاتل بيعرف مينها الفاي هاد ولما بيوصل لهم للعمل ترجع الشائعة تتبلش تطلع عنه وبيرحوا يسألوا كون اذا عنده حبيبة فعلا فبيحكي لهم انه المدير مرتبط وبيحطم احلامهم وبنعرف انه هالبنت الحلوة اسمها سان هوا وعم بتخطط لشي من تحت لتحت وهالاغلب بدها تسرق منصب هيون ولما بيكونوا باجتماع بتكون تتحلف له انها رح تسرق كل شي منه وبهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم الاول من حكاية ميوهي وهيون شو رايكم بتحبوا نكمل منهوة عصرية لتوضيح رح ننزل بالايام التانية المانهوة العادية المعتعدة عن الامراء والعصرية الفيكتوري ودوقوا هيك وبيوم واحد رح ننزل على المانهوة فادعمونا بقوة بنشوفكم ملخص جديد ولوقتا سايونرا